بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع كلمات الجزء الثالث قوله تبارك وتعالى وأي يدنا أي قوينا بروح الكدس وهو جبريل عليه السلام خل أي صداقة القيوم القائم على كل شيء سنة نعاس كرسيه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى يؤده يثكده بالطاغوت كل ما عبد من دون الله بالعروة الوثقة بالعقد المحكم فبوهيت تحير وانقطعت حجته خاوية متهدمة عروشها سقوفها أن كيف يتسنه يتغير ننشزها نرفعها ونصل بعضها ببعض فصرهن إليك اضممهن إليك وقطعهن من عدا للإحسان وإظهارا له صفوان حجر أملس وابل مطر غزير صلد أجرد لا تراب علي جنة بستان بربوة مرتفع من الأرض أكلها ثمرها الذي أكل فطل مطر خفيف إعصار ريح شديدة تيمموا تقصدوا الخبيث الردي تغمدوا تتغاضوا عما فيه الخبيث الردي تغمدوا تتغاضوا عما فيه من رداءة ونقص بالفحش سائر المعاص ومنه البخل أحصروا حبسوا عن طلب الرزق للجهاد بسيماهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم الحافا الحاحا في السؤال يتخبط أي يسرع المس الجنون يمحق ينقص ويذهب البركة ويربي يزيد وينمي فأذنوا استيقنوا ذو عسرة غير قادر على السداد فنظرة إمهال تداينتم تعاملتم بالديون ولا يأبى لا يمتنع وليملل ليملي ويكر يبخص ينقص سفيها محجورا عليه لتبذير ضعيفا كالصغير والمجنون تضل تنسى تسأم تمل أقصط أعدل وأقوم للشهادة أعظم عونا على إقامة الشهادة وأدنى أقرب ترتاب تشك جناح حراج فرهان مقبوضة هو أن يدفع لصاحب الحق شيئا ليضمن حقه حتى يرد المدين الدين قوله تعالى إسراء مشقة وثقلا كلمات سورة آل عمران قوله تبارك وتعالى القيوم القائم على كل شيء سبحانه وتعالى عزيز غالب قوي لا يغالب سبحانه وتعالى محكمات واضحات الدلالة أم الكتاب أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه متشابهات خفيات لا يتعين المراد منها إلا بردها إلى المحكمات زيغ مراض وانحراف ابتغاء طالباء تفسيره على مذاهبه من منحرفة تأويله تفسيره أو معرفة حقيقته الألباب العقول السليمة كذأبي كشأن وعادتي المهاد الفراش والقناطير المقنطرة الأموال الكثيرة من الذهب والفضة المسومة الحسان والحرث الأرض المتخذة للزراعة والحرث الأرض المتخذة للزراعة المآب المرجع والثواب والقانتين المطيعين لله اللهم اجعلنا منهم بالأسحار بآخر الليل قائما بالكست مقيما للعدل في كل أمر بغيا حسدا وعدوانا حبيطت بطالت تولج تدخل تتقوا منهم تقى تهادونهم اتقاء شرهم إذا كنتم ضعافا نذرت لك جعلت لك محررة خالصا لخدمة بيت المقدس الرجيم المرجوم المبعد من رحمة الله أعيذها أحصنها المحراب مكان العبادة لدنك عندك وحصور لا يقرب الذنوب والشهوات تعففا عاكر عقيم لا تلد آية علامة أستدل بها على وجود الولد مني رمز إشارة بالعشي آخر النهار أكنتي ذاومي على الطاعة يلقون أكلامهم يطرحون سهامهم للاكتراع الأكمة من ولد أعمى الحواريون أصفياء عيسى عليه السلاة والسلام متوفيك قابضك من الأرض نبتهل ندعو باللعنة على الكاذب منا كلمة سواء كلمة عدل وحق نلتزم بها حنيفة مائلا عن الشرك قصدا تلبسون تخلطون وجه النهار أوله بقنطار المال الكثير الأميين العربي لأنهم أمة أمية خلاق نصيب يلون يحرفون الكلمة عن مواضع ربانيين حكماء فقهاء معلمين ربانيين حكماء فقهاء معلمين إصري عهدي والأسباط الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتين عشرة وبذلك انتهى الجزء بفضل الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين